في شأن النخر ترحى شغور منصب والي في ثلاث ولايات من الجمهورية عدة تساؤلات خاصة مع تأخر سلطات المعنية في إجراء حركة بذات القطاع رغم قرار منح صلاحيات أوسع للأمناء العامين متابعة للموضوع لهشام الشريف يدرج في حركتنا ربما بسيطة تشمل بعض الولاد عنا باعين تيموشنت غلزان ولايات ثلاثة تعرف شغور في منصب الوالية أمر دفع بوزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى إعطاء صلاحيات أوسع إلى الأمناء العامين التأخر في تعيين ولايات الجمهورية إن عكس على الجبهة الاجتماعية فالعديد من الملفات ظلت حبيسة الأدراج وهو ما حرك آلة الاحتجاجات هو واحد ما تصل بيننا دي جعنا حيرين كاش ولاية بلا والي مدة ستة شهر كاش ولاية ما فيها الشاف دايرة مدة 13 شهر هذه ما مدخلش الراسة خلاص هنا في حيبهم دقاس أرى الولاية بلا والي بلا شاف دايرة نطلب من السلطات لكن كينا السلطات بولو ممو ما كينا السلطات هنا في عنبا يتبت بلا كينا السلطات في عنبا رأي ما شكك عبب الله تأخر إجراء حركة في سلك الولاة والدوائر نتج عنه شغور عمر طويلا وعكس تعطل مصالح المواطنين كما ضرب شعار تحسين الخدمة العمومية في الصميمة فهل يضمن أمين العام الولاية ما يضمنه الوالي للمواطن حديث طيب بالعيز عن إمكانية إجراء حركة جزئية لتعيين ولاة جدد دون إعطاء أي توقيت يطرح تساؤل عن سر تعيين الولاة فهل إن عدمت الإطارات يتساؤل شارع الجزائري؟